اجتماع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة فضلا عن جهود صياغة برامج توفقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستراد والتصدير خلال الفترة القادمة بما في ذلك تفسيط الإجراءات الجمركية وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار خاصة في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاجتمع تناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقد استعرضت الدكتورة هالا السعيد تطورات المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية والذي بلغ حوالي 9% وذلك مقارنة بمعدل نمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1.3% نتيجة جائحة فيروس كورونا حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إجماليا بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6% وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية رؤية نصر 2030 والتي كانت قد أطلقت مطلع عام 2016 وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ اطباعا حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي إلى جانب ضمان تحقيق الاتصاق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك دمج بعض القضايا الملحام مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين خاصة في قطاعات الأحوال المدنية والمرور وشهر العقري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية كذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات كما اطلع السيد الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة موجها سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التمييز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتمييز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار